موسيقى رسالة بولوس الرسول الأولى إلى تسالونيكي الفصل الأول من بولوس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح نعمى لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح نشكر الله كل حين من أجلكم أجمعين ذاكرين إياكم بلا انقطاع في صلواتنا متذكرين أمام الله وأبينا عمل إيمانكم وتعب محبتكم وثبات رجائكم في ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم لأن إنجيلنا لم يصر إليكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبكمال اليقين كما إنكم تعلمون ما كنا عليه بينكم من أجلكم وقد سرتم أنتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس حتى سرتم قدوة لجميع المؤمنين في مقدونية وفي أخائية فإن كلمة الرب قد أذيعت من قبلكم ليس في مقدونية وأخائية فقط بل قد ذاع إيمانكم بالله في كل مكان حتى ليس لنا حاجة أن نقول شيئا فإنهم هم أنفسهم يخبرون كيف كان قدومنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله عن الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا من السماء ابنه الذي أقامه من بين الأمواب يسوع الذي ينقذنا من الصخط الآتي رسالة بولوس الرسول الأولى إلى تسالونيكي فإنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون أن قدومنا إليكم لم يكن باطلا لكن مع أننا كنا قد تألمنا قبلا وأهنا في فيلبي كما تعلمون تجرأنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير فإن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر بل نتكلم كمن اختبرهم الله ليأت منهم على الإنجيل لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا فإننا لم نستعمل قد كلام التملق كما تعلمون ولا كانت لنا علّى نخفي الطمع الله شاهد وللتمسن قد مجدا من الناس لا منكم ولا من غيركم فعأنه كان في وسعنا أن نستعمل سلطاننا كرسل المسيح بل كنا مترفقين فيما بينكم كما تحن المرض على أولادها هكذا كنا من شدة الحنين إليكم نرتضي أن نشارككم لا في إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا لأنكم قد صرتم أحباء إلينا فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نبشركم بإنجيل الله ونحن نعمل ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم أنتم شهود والله شاهد كيف تصرفنا نحوكم أنتم المؤمنين بالطهارة والعدل وبغير لوم كما تعلمون كيف كنا لكل واحد منكم كالأب لأولاده نعظكم ونشجعكم ونناشدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي يدعوكم إلى ملكوته ومجده فلذلك نحن أيضا نشكر الله بدون انقطاع لأنكم لما تسلمتم كلمة الله التي سمعتموها منا قبلتموها لا كأنها كلمة بشر بل كما هي في الحقيقة كلمة الله التي تعمل فيكم أنتم المؤمنين فإنكم أيها الإخوة قد سرتم متمثلين بكنائس الله التي في اليهودية التي في المسيح يسوع إذ قد أصابكم أنتم أيضا من مواطنيكم ما أصابهم من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع والأنبياء واتهدون نحن أيضا وهم لا يردون الله ويقاومون جميع الناس إذ يمنعون من أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يستتمموا خطاياهم كل حين ولكن قد حل عليهم الصخط إلى النهاية وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد حرمنا منكم حينا بالوجه لا بالقلب اجتهدنا أشد الإجتهاد وفي اشتياق كثيرا نشاهد وجوهكم فلذلك عزمنا أن نقدم إليكم أنا بولوس مرة ومرتين إنما عاقنا الشيطان إذ ما هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل فخرنا أمام ربنا يسوع المسيح عند مجيئه أما هو أنتم فإنكم أنتم مجدنا وفرحنا وفرحنا رسالة بولوس الرسول الأولى إلى تسالونيكي الفصل الثالث فمن ثم لما لم نطق ذلك آثرنا أن نبقي في أثينا وحدنا وأرسلنا تيموساوس أخانا وخادم الله معنا في إنجيل المسيح ليثبتكم ويعذكم في إيمانكم كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات فإنكم تعلمون أننا قد نصبنا لهذا فإننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا سنعاني ضيقا كما قد جرى وأنتم تعلمون فمن أجل هذا لما لم أطق بعد أرسلت لكي أعرف إيمانكم لألا يكون المجرب قد جربكم ويكون تعبنا باطلا وأما الآن إذ قد مات موسى وسيلينا من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم وحسن ذكركم لنا كل حين وأنكم متشوقون أن ترون كما إننا متشوقون أيضا أن نراكم فمن أجل هذا أيها الإخوة فإننا في كل شدتنا وضيقتنا قد تعزين من جهتكم بإيمانكم لأننا الآن نحيا إن ثبتتم أنتم في الرب فأي شكر نستطيع أن نؤديه لله عنكم على كل الفرح الذي غمرنا من أجلكم أمام إلهنا وإننا نبتهل إليه ليل نهار ضارعين حتى نرى وجوهكم وأنتم ما نقصى في إيمانكم فليهدي طريقنا إليكم الله أبونا نفسه وربنا يسوع وليجعلكم الرب تنمون وتفيدون بالمحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم لكي يثبت قلوبكم بغير لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسيه رسالة بولوس الرسول الأولى إلى تسالونيكي الفصل الرابع وبعد أيها الإخوة فكما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وطردوا الله وذلك ما أنتم فاعلون نسألكم ونحسكم في الرب يسوع أن تزداد في ذلك أكثر فأكثر فإنكم تعلمون أي طوصايا أعطيناكم بالرب يسوع فأن هذه هي إرادة الله قداستكم بأن تمتنعوا عن الزنا وأن يعرف كل واحد منكم أن يصون إناءه بالقداسة والكرامة لا فيه والشهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله وأن لا يعتدي أحد على أخيه في هذا الأمر ولا يظلمه لأن الرب هو المنتقم لهذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا لكم فإن الله لم يدعنا إلى النجاسة بل إلى القداسة إذن من يرضل هذا فلا يرضل إنسانا بل الله الذي أعطاكم أيضا روحه القدوس وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم فيها فإنكم أنتم أنفسكم قد تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا فإنكم تصنعون ذلك نحو جميع الإخوة الذين في مقدونية كلها وإنما نحثكم أيها الإخوة أن تزدادوا في هذا أكثر فأكثر وأن تحرسوا على أن تكونوا هادئين تعملون ما يعنيكم وأن تشتغلوا بأيديكم كما أوصيناكم لكي تسلكوا سلوكا لائقا لدى الذين هم من الخارج ولا تكون بكم حاجة إلى أحد ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا ما يختص بالراقدين لكي لا تحزنوا كغيركم الذين لا رجاء لهم فإننا إن كنا نؤمن أن يسوع قد مات ثم قام فكذلك سيحضر الله بيسوع أيضا الراقدين معه فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نسبق الراقدين لأن الرب نفسه عند إصداره الأمر بصوت رئيس الملائكة وهتاف بوق الله سوف ينزل من السماء وسيقوم الأموات في المسيح أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنختطف جميعا معهم في السحب للأغلاق يرب في الفضاء وهكذا نكون مع الرب على الدوام فعزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام رسالة بولص الرسول الأولى إلى تسالونيكي الفصل الخامس وأما الأزمن والأوقات فلا حاج لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها فأنكم تعلمون يقينا أن يوم الرب هكذا يأتي كاللص في الليل فحين يقولون سلام وأمن حينئذ يفاجئهم الهلاك بغتة كما يفاجئ المخاض الحبلة فلن ينجون وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في الظلام حتى يدرككم ذلك اليوم كاللص فإنكم جميعا أبناء النور وأبناء النهار إننا لسنا من الليل ولا الظلمة فلا ننم إذا كالآخرين بل لنسهر ونصحوا فإن الذين ينامون إنما في الليل ينامون والذين يسكرون ففي الليل يسكرون وأما نحن الذين من النهار فلنصحوا ونلبس درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص لأن الله لم يجعلنا للصخط بل لنوالي الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه فلذلك عزوا بعضكم بعضا وليبني أحدكم الآخر كما أنتم تفعلون ونلتمس منكم أيها الإخوة أن تعرفوا قدر الذين يتعبون بينكم ويقودونكم ويعزونكم وأن تقدروهم إلى الغاية في المحبة من أجل عملهم وسالموا بعضكم بعضا ونحثكم أيها الإخوة أن تعزوا المتكاسلين شجعوا خائري العزائم أسندوا الضعفاء وتأنوا على الجميع احذروا أن يجازي أحد آخر عن شر بشر بل اقتفوا الخير كل حين بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين وصلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء فإن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تزدروا النبوات فامتحنوا كل شيء وتمسكوا بما هو حسن امتنعوا عن كل نوع من الشر وليقدسكم إله السلام نفسه إلى التمام والتحفظ أرواحكم ونفوسكم وأجسادكم كاملة بغير لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح إن الذي دعاكم أمين وهو سيفعل ذلك أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا وسلموا على جميع الإخوة بقبلة مقدسة أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين ترجمة نانسي قنقر